يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبينا حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنا ابن فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بقاؤنا في هذه الدنيا وخلق الله سبحانه وتعالى لنا للعبادة والعبادة لا تكون إلا عن معرفة العبادة الحق لا تكون إلا عن معرفة حق معرفة الله سبحانه وتعالى وكلما زادت معرفة الله كلما كان العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل ذكر أن مراتب العباد ليست واحدة لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين إلى آخر الآيات هذه مرتبة بعدها المقربون ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا هذه مراتب هذه المراتب هي مرتب الآخرة وينبني عليها أعمال في الدنيا حتى تصل لهذه المراتب وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى كثير مننا في هذه الدنيا له همم البعض همته في أن يجمع أكبر قدر من المال البعض الآخر يريد أعلى الشهادات البعض الآخر يريد الشهرة والجاه هذه همم الدنيا فما بالك أخي المسلم ما همتك للآخرة أين تريد أن تكون أين تريد أن تصل النبوة مرتبة عالية لا تنال بالكسب هي اصطفاء واجتباء واختيار من عند الله سبحانه وتعالى أما ما عداها من المراتب فهي مجال للتنافس الصدقية ليست قاصرة على يبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه إنما هي مرتبة تنال بالكسب وبتوفيق الله قبل ذلك الشهادة في سبيل الله تنال بالكسب الصلاح أن تكون من الصالحين تنال بالكسب ماذا أعدت أين تريد أن تكون أم ليس لك همم في هذا المجال نصى الله أن يرزقنا الهمة العالية الآن ونحن في شهر شعبان هذا الشهر العظيم الذي يغفل عنه كثير من المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أراك تصوم في شهر شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور قال صلى الله عليه وسلم هذا شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان هذا الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس يقول صلى الله عليه وسلم فيه ترفع الأعمال إلى الله وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وكان يكثر فيه من الصيام صلوات الله وسلامه عليه وكان صلى الله عليه وسلم إذا تطوع بعمل لله أثبته أي لا يقطعه وكان يصوم من ثلاثة أيام البيض وأحيانا من كثرة الأسفار والغزوات لا يستطيع أن يصوم فيجمع الأيام التي لم يصومها في هذه الأوقات ويصومها في شهر شعبان فكان يصوم أكثر شهر شعبان العلماء عندما ذكروا هذا قالوا إن شهر شعبان فرصة للتدريب على رمضان المقبل رمضان هذا الشهر العظيم الذي أظلنا بيننا وبينها وقل من شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم جاءت بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في هذا الشهر موسم من مواسم الخيرات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لكن هذا الموسم وهذا الشهر يحتاج إلى تهيئة شهر شعبان فرصة وتهيئة كان كثير من السلف عندما يقبل شهر شعبان كان أحدهم يقفل دكانه ويتفرغ لتلاوة القرآن رمضان شهر القرآن لكن إذا لم تعود نفسك على كثرة التلاوة في شعبان فلن تتعود عليه في رمضان كذلك الصلاة الله جعل لها سنن رواتب هذه السنن تهيئ نفسك للدخول في الصلاة المكتوبة الفرض حتى يحضر قلبك فيها يقول ابن القيم رحمة الله عليه تترك قلبك هائما في أودية الدنيا ثم إذا حضرت الصلاة أرسلت له رسولة ليحضر فلعله لا يجده فتصلي بلا قلب فتحتاج إلى أن تهيئ هذا القلب ليدخل في الصلاة حتى لا يسرح ويغفل ويعيش فيما قبل الصلاة أو ما بعد الصلاة وأنت تردد الصور والحركات ولكن بلا روح وبلا قلب وفي الحديث أيضا أن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها أي ما عاش معها بقلبه واستحضرها وخشع فيها فكذلك شهر رمضان لنستعد فيه فلا بد من التدريب على ذلك في شعبان من الصيام من تلاوة القرآن ومن الأعمال الصالحة ومن الكف عن المحارم سواء بالجوارح أو باللسان أو أمراض القلوب كلها ندرب أنفسنا كيف نتقيها وكيف تستقيم هذه القلوب وهذه الجوارح على أمر الله حتى إذا دخلنا رمضان استطعنا أن نخرج بأكبر المغانم من هذا الموسم العظيم موسم رمضان ماذا نريد من موسم رمضان ومن هذه الموسم كلها التي من كرم الله سبحانه وتعالى أن عددها لنا نريد أن نتقرب إلى الله يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه وذكرنا المراتب الإيمان والمنازل في الدنيا التي تستبحها منازل في الآخرة هنا تتقرب إلى الله كيف تتقرب إلى الله أن تتعرف إليه سبحانه وتعالى تتعرف إليه من خلال معرفة أسمائه وصفاته من خلال أفعاله وسننه في هذا الكون من خلال ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما ذكره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نتعرف إلى الله وكلما تعرفنا إليه عبدناه حق العبادة والعبادة ترتكز على ثلاثة أركان الخوف والرجاء والحب دائما نجد الحديث على الخوف والرجاء ولكن لا نجد الحديث الكثير على الحب حب الله سبحانه وتعالى حب الله الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ما صفتهم يا رب يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله سبحانه وتعالى يقول في سورة أخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هؤلاء المشركين يحبون الأنداد التي جعلوها لله كحب الله كالحب الذي ينبغي أن يكون لله وماذا قال عن المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في آية أخرى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هؤلاء أصناف يحبهم الله إذا أردت أن يحبك الله فاسعى لأن تكون منه نخاف الله ونرجوه ما عند الله سبحانه وتعالى ونرجوه ونحبه وإذا أحببناه ما الذي يترتب على هذا الحب يترتب عليه الطاعة إن المحب لمن يحب مطيعه الطاعة يترتب عليه كثرة ذكر المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ولهذا وصف الله المؤمنين عندما ترد أي آية في كتاب الله فيها ذكر ذكر الله تجدها مقرونة دائما بالكثرة دائما بالكثرة إلا في حال واحد سنأتيها ولهذا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ذكر كثير هذه صفة المؤمنين متى ذكر قلة الذكر كصفة للمنافقين إن المنافقين يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهنا صفة يذكرون لكن يذكرون الله قليلا بينما المؤمن يذكر الله كثيرا فهذه من مستلزمات حب الله سبحانه وتعالى إذا أحببته تذكره ثم إذا أحببته تثق فيه وبالتالي تثق في قدره وفي قضائه وتعرف أن هذا القدر وهذا القضاء مهما آلمك فيه حكمة وفيه خير لك ربما في العاجل وربما في الأجل وربما فيهما معا وعندما تحب الله تصاحب الله تستغربون تصاحب الله الله سبحانه وتعالى ورد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ما معنى الصحبة الصحبة هنا أنك تشعر أن الله معك وأنك عندما تفتقر إلى الله وأنت في كل أحوالك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج تسأله تتضايق تشكو إليه في جوف الليل تقف بين يديه تناجيه وللصالحين من سلفنا الصالح منجاه عظيمة وكثيرة لله سبحانه وتعالى بعضهم يناجي الله فيقول إلهي ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبة وبعض السلف عندما مدح في وجهه قال يظن الناس بي خيرا وما بي من خير ولكن ني عبد ظلوم كما تدري سترتع عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستري فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب ولكن شبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامة بينهم وكل يا مولايا في موقف الحشر عندما تحب الله سبحانه وتعالى تأنس به وتستوحش من غيره كثير مننا يأنس بالصحبة بالأصدقاء بالأهل بالزوجة يعيش يشعر بالأنس في وجودهم لكن الذي يحب الله يشعر بالأنس في خلوته مع الله ويستوحش من غيره فيعيش مع الله سبحانه وتعالى وتمضي الساعات والدقائق سريعة وهي ناجي ربه أم من هو قانت آناء الليل أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الإنسان منذ ولد إلى أن يموت يذهب إلى هذه الدنيا وهو لم يعرف ربه ولم يتقرب إليه ولم يصل إلى مرتبة من مراتب الصالحين ولا مراتب الصدقين ولا مراتب بالله عليكم ماذا خسر خسر الكثير فليتدارك كل مننا يتدارك كيف يستفيد من هذه الأوقات وكيف يعيش اللحظات القيمة الثمينة أحد الصالحين يقول دقائق الليل غالية فلا ترخصها بالغفلة فلا ترخصها بالغفلة تعيش مع الله سبحانه وتعالى تتقرب إليه هذه الصلاة التي نؤديها وهذا الصيام الذي نصومه ليس بالكثرة وإنما بالكيفية كيف هي صلاتك وكيف هو صيامك الصلاة عندما سئل أحد الصالحين من أجلة التابعين حاتم الأصن رحمه الله عن صلاته قال تقوم بالأمر تقوم بالأمر وتقف بالاحتساب وتدخل بالسنة وتكبر بالتعظيم وتركع بالخشوع وتسجد بالخضوع وتسلم بالرحمة وأنت لا تدري أقبل الله صلاتك أن لم يقبلها الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون سيد عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هؤلاء يا رسول الله الذين يقترفون المعاصي يشربون الخمر يخافون قال لا يا ابنة الصديق هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا تقبل منه قلوبهم وجلا نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا الهمة في إدراك مراتب الإيمان العليا وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد التدبر أن نعيش معه بقلوبنا أن نعيش مع الآيات أن نفكر فيها وإذا وجدنا كلمات لا نفهم معناها نرجع إلى كتب التفسير أو كتب تفسير معاني الكلمات نعرف هذا المعنى أحياناً تمر علينا الآية مئات المرات ونحن نقرأها ونعرف بعض معانيها ولا نبحث عن معانيها كيف تتدبر وأنت لا تفهم المعاني؟ فضل الجهد هذا نوع من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المقربين وأن يأخذ بأيدينا ونوصينا إلى رضوانه والجنة اللهم إنا نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن تأخذ بأيدينا ونوصينا إلى رضوانك والجنة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اخفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان والمنكوبين في كل مكان اللهم الطف بهم اللهم اكتهم اللهم أطعمهم اللهم يسر أمرهم اللهم ارزقهم المأوى اللهم يا رب العالمين ارفع درجتهم وتقبل منهم واجعلها كفارة لهم إخواننا في سوريا وفي تركيا وفي أذربيجان وفي طاجكستان وفي كل مكان اللهم الطف بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على أعدائك أعداء الدين اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود المغتصبين اللهم يا أرحم الراحمين أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين